مشاهدين أنتقل بكم إلى معرض الصحافة لنهار اليوم الخامس من سبتمبر الموافق للحالي والعشرين من شهر دو القعدة مختلف مجأة في صحفنا الصادرة نهار اليوم البداية مع جريدة النهار التي عنونت مكتب عدل اثنين يختارون مساكنهم ابتداء من السابع والعشرين أكتوبر إذن تحت هذا العنوان نقرأ لكم سيختار مكتب عدل اثنين بصفة رسمية مساكنهم ابتداء من السابع والعشرين أكتوبر القادم هذا بعد استكمال جميع المراحل التي ستمس مكتب عدل واحد في حين سيستدعون لدفع الشطرة الثاني منتصف شهر نوفمبر القادم وكشف مصدر رسمي من وزارة السكن للنهار أنه تم بصفة أولية تحديد تاريخ سابع والعشرين أكتوبر القادم لانطلاق في عمليات التسجيل الخاصة باختيار الرغبات لمكتب عدل اثنين وذلك بعد الانتهاء من جميع المراحل التي سيسير عليها مكتب عدل واحد التي ستنطلق أول مرحلة منها اليوم بالذات عبر اختيار مواقع سكناتهم مشيرا إلى أن الأمر ينطبق على جميع طالبي صغة البيع بالإيجار عدل المسجلين سنة 2013 والذين توفرت فيه مشروط القانونية الخاصة بالاستفادة من دعم الدولة ليسكنها إلى عنوان آخر نقرأه عليكم دائما من جريدة النهار مناصب دائما 25% من عمال عقود ما قبل التشغيل في مكاتب البريد في التفاصيل إذن كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال هدى فرعون أن 25% من عمال عقود ما قبل تشغيل العاملين في القطاع سيتم تثبيتهم في مناصبهم بقوة القانون قبل نهاية هذه السنة فيما سيتم دراسة أوضاع البقية لتوجيههم وتوزيعهم حسب احتياجات كل مكتب ودعت الوزير عمال قطاع البريد إلى بدل الجهود كون مؤسستهم اقتصادية وقالت أن عمال القطاع يعانون من بعض الظروف التي وصفتها بالصعبة سيما تلك المتعلقة بالأجور المتدنية وتأخير العطل وغيرها من المشاكل على أن يتم تحسين الظروف مستقبلا وهذا بتحسين مداخيل البريد تقول الوزيرة كما نقلت النهار عن طريق عصرنة القطاع كالدفع الإلكتروني واستعمال البطاقة الإلكترونية لتخفف الضغط عن المكاتب وتجنب الأخطاء وسيتم خلق نظام وطني شامل لتعميم الدفع الإلكتروني مع وجود مشروع بنك البريد لتنمية الموارد المالية ستنتج عنه ظروف أفضل لعمال القطاع إلى عنوان آخر نقرأه عليكم من جريدة النهار تحقيقات حول الشهادات الطبية لمواجهة تغيبات الأساتدة في تفاصيل إذن وضعت وزارة التربية الوطنية خطة عمل خلال العام الدراسي الجاري من أجل معالجة ضعف المسجل لدى التلاميذ خلال السنة الماضية في المواد العلمية واللغات الأجنبية حيث قررت الوزارة محاربة ظاهرة غيابات الأساتدة من خلال مراقبة قانونية لشهادات الطبية بالتنسيق مع الضمان الاجتماعي تقول النهار ومعاقبة المتحيلين إضافة إلى تفعيل نقطة المردودية التي تقل مع كثرة الغيابات وحسب تقرير المشروع البداغوجي لمديريات التربية الوطنية الذي طلبته الوزارة فقد تقرر إعداد خطة عمل من أجل محاربة الظواهر التي تتسبب في تسجيل نتائج كارثية في العديد من المواد خلال العام الدراسي الماضي على غرار الرياضيات والأدب العربي واللغات الأجنبية في مختلف الشعب الدراسية في الثانوي إضافة إلى تسجيل نفس الضعف في المتوسط وكذلك فيما يخص اللغات منها اللغة الفرنسية في الطور الابتدائي نقرأ عليكم هذا العنوان الأخير من جريدة النهار دائما القصة الكاملة للطفل السوري الغريق إيلان أطارت إذن صور الطفل السوري دوال ثلاث سنوات الذي مات غرقا قبلت السواحل التركية صدمة في العالم بأسره وموجة عارمة من الغضب في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام ودقلت وسائل الإعلام تركية وعالمية عن والد الطفل السوري الغريق الذي رجل كرة الأرضية بجسدها المحلي الذي تلعبت به الأمواج أن اسمه إيلان الكردي الذي يعني بالعربية حامل راية النصر وعمره ثلاث سنوات فقط كما أنه ينحدر من مدينة كوبان الكردية في سوريا ولقي شقيق إيلان المدعو غالب ويبلغ من العمر خمس سنوات وأمه ريحانة حتفهما اتران قلاب قاربهم أثناء محاولة الوصول إلى جزيرة كوس اليونانية مشاهدين أنتقل بكم إلى يومية الخبر التي عنونت ندوة لتقييم الألم دي أو تقويم الألم دي في ديسمبر والمصار المهني يرهن الموسم الجديد يلتقي إذن وزير التعليم العالي نهاية الأسبوع بتنظيمات نقابية وطلابية التي تنشط في القطاع ضمن اجتماعات ماراتونية تحذيرا للدخول الجامعية الجديد وتمهيدا لندوات جهوية ستسبق وندوة وطنية لتقويم الألم دي نهاية ديسمبر موازات مع طلب ملح برفع التجميد عن ملف المسار المهني الذي لازال حجر عطار في مسار التهدئة بين الوزارة وشركائها دائما من جريدة الخبر نقرأ عليكم هذا العنوان فيما يخص شأن أمني داعش يورط جماعات ليبية في اعتداءات جنتورين تضمن إذن منشور صدر عن تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا وشايا هو رسالة بارغة الأهمية حسب مصدر أمني هذه الرسالة كانت موجهة لأجهزة الأمن والدول التي تلاحق مختار بالمختار تقول الخبر مهندس عملية احتجاز الرهائن في تيجنتورين قال مصدر أمني رفيع المستوى للخبر أن تنظيم الدولة الإسلامية داعش في ليبيا أبلغ دول التي فقدت ضحايا في عملية تيجنتورين أن جماعات ليبيا دعمت منظمة الموقعين بالدماء لتنفيذ عملية حجز الرهائن في مصنع الغاز بتيجنتورين في الجزائر إلى صحيفة وقت الجزائر الآن نقرأ عليكم هذا العنوان الحكومة تعلن الحرب على المستثمرين المتحايلين ركز إذن اجتماع الحكومة مع ولاية الجمهورية المنعقد المنعقد أقول مؤخرا بصفة كبيرة على ملف الاستثمار المحلي الذي شغل حيزا كبيرا من اهتمامات الدولة الساعية لمواجهة تداعيات تقلبات أسعار النفط وقد كلف الولاة بمهام جديدة مع منحهم صلاحية أوسع قصد دفع بعجلة التنمية المحلية وفق مبدأ المردودية حيث سيباشر أقول المسؤولون المحليون تطهير المشاريع الاستثمارية في ولاياتهم مع تحديد سبب تعطل بعضها لرفع العراقيلة البيروقراطية حتى تخلي مسؤولية الإدارة وكذلك يوضع المستثمرون تحت المجهر لتحديد اللجاد والمتحايل منهم تقول وقت الجزائر أنها تحصلت على تفاصيل سياسة جديدة لإعادة بعض الاستثمار المحلية دائما مع وقت الجزائر نقرأ عليكم هذا العنوان 45 تلميدا بالمدارس بلا مديرين أو كتبت أقسام ب45 تلميدا ومدارس بلا مديرين سيلتحق أزيد من 8 ملايين تلميد مسجرين في الأطوار التعليمية الثلاث لابتداء المتوسط والثانوي غدا الأحد بمقاعد الدراسة عبر كامل التراب الوطني بمناسبة الدخول المدرسي 2015-2016 تقول وقت الجزائر سيكون على وقع هدنة مؤقتة كنتيجة لتفاهم بين الوزارة والنقابات على تغليب الحوار على الدخول في مواجهات غالبا ما تنتهي بالترابات في السنة الدراسية لكن بتحديات عنوانها اكتضاد أقسام الثانوي التي تصل إلى 45 تلميدا في القسم الواحد وكذلك العجز في المديرين وتأخر تعيين الأساتدة في مناصب الحم إلى يومية البلاد الآن التي عنونت بنغابريت في مواجهة موسم دراسي جديد بمشاكل قديمة يلتحق ابتداء من يوم غد الأحد أزياد من 8 ملايين و112 ألف تلميد وتلميدة مسجلين في الأطوار التعليمية الثلاث بمقاعد الدراسة عبر كامل التراب الوطني في موسم دراسي جديد لكن بمشاكل قديمة تقول البلاد عجز الوزراء الذين تعاقبوا على تسهير القطاع خلال العشرية الأخيرة عن حلها خاصة ما تعلق بالاكتضاد النقص في التأطير البيداغوجي والإداري ومشاكل الشركاء الاجتماعيين إلى يومية الشعب الآن التي عنونت على لسان وزير الصناعة بوشوارب تسهيلات كثيرة تمنح للاستثمار المنتج أعلن وزير الصناعة والمناجم عبدالسلام بوشوارب أول أمس من غليزان أن الحكومة أقرت إجراءات استثنائية لتشيع المستثمرين على إنشاء مؤسسات استثمارية اقتصادية والعمل على ترقيتها مؤكدا أن تسهيلات تمثل في تمكينه من الاستفادة من العقار الصناعي والتمويل وكذل إعفاءات الجمهورية والمرافقة الميدانية وأكد بوشوارب أن سياسة الحكومة الجديدة ترمي إلى تنويع الاقتصاد خارج القطاع المحروقات مواضحا أن هذا الإجراء ليس فقط لمواجهة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية ولكن يهدف إلى دفع حركة التنمية على المستوى المحلي وتقوية الاقتصاد عن طريق الاستثمار لا سيما مع الإجراءات المتخذة في قانون المالية التكملي لسنة 2015 التي أعطت اهتماما كبيرا لذلك نحو تنويع مصادر الخزينة العمومية إلى صحفنا المحلية البداية من صحيفة صوت الغرب التي عنونت فيروس غريب يرفع عدد المصابين بالتسمم إلى 650 حالة بولاية تنمسان يعرف عدد المصابين بالتقيق والإسهال الحاد والأوجع بالبطن بمنطقة سيد العبداللي بدائرة بن سكران بتنمسان ارتفاعا مع مرور الوقت فمن 615 مصاب ارتفع العدد إلى 650 حالة حسب مدير الصحة والسكان لولاية تنمسان وفي سياق تصريحه أعلن عن سلبية نتائج التحليل المخبرية التي أجريت على عينات المياه التي كانت الشكوك تحم حولها كمصدر للتسمم إلى شرق الوطن وصحيفة النصر التي عنونت تكفر طبي ونفسي بأزيد من 200 شخص بولايات تبسة وأم البواقي وخنشلة تم عقب الفيضانات التي اجتاحت نهاية أوت الخير ولايات كل من تبسة وأم البواقي وخنشلة تكفر الطبي ونفسي بـ 218 شخص حسب ما أفاد به الخميس الماضي لوكالة الأنباء الجزائرية المدير الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية وأوضح السيد محمد طهر بوعكاز حسب النصر بأنه تنفيذ لتعليمات كل من وزيرة التضامن الوطن والأسرة وقضايا المرأة والمدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية بأن الخلايا الجوارية التضامنية تابعة للفرع الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية التي تبسى بالتنسيق مع مديريات النشاط الاجتماعي بهذه الولايات المتضررة قامت مباشرة بعد وقوع هذه الفيضانات بتاريخ 27 أوت بتقديم يد العون والمساعدة لعدد العائلات المتضررة الأسيما بالمناطق النائية بإضافة إلى إعداد 99 تحقيقا اجتماعيا قصد التكفل ومساعدة العائلات المتضررة على المديرين القريب والبعيدة إلى صحفنا الناطق بلغة فرنسية البداية مع الأسواق دالجيغي التي عنونت تعديل الدستوري الأمازيغية لن تكون رسمية تحدثت إذن لسواغ دالجيغي في مقالها عن اللغة الأمازيغية التي لن تكون رسمية في التعديل الدستوري القادم حسب مصادرها الموطوقة قالت أن الرئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة قد حسم أخيرا في هذه المسألة يوم الخميس الماضي السابع والعشرين أوت عندما التقى كبار المسؤولين في البلاد بشأن مراجعة الدستور والذي سيعلن عن كل شيء قريبا إلى صحيفة لجوغ دالجيغي التي عنونت سعداني غائب عن المشهد السياسي قالت الصحيفة أو جاء في مقالها أنه في الوقت الذي يشهد فيها الوسط السياسي أحداثا ساخنة ومهمة فإن الأمين العام لجبهة تحرير الوطني عمار سعداني لا يزال في إجازة وقالت أنه من المتوقع من قبل سعداني تعيين المكتب السياسي لحزبه وعرض مبادرته لدعم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة حسب صحيفة لجوغ دالجيغية إلى تصريح اليوم هو لوزيرة التربية الوطنية نوريا بن غبريط التي قالت إن الاقتراح الذي تقدم به المختصون خلال الندوة الوطنية لتقييم تطبيق إصلاح المدرسة في جويل الماضي فيما يخص البكالوريا يتطلب موافقة الحكومة لأنه يندرج في إطار نظام الامتحانات الوطنية حيث تعمل وزارة التربية حاليا على دراسة أهم مقترحات الندوة التي سيتم تقديمها للحكومة أواخر شهر سبتمبر الجهري فإجراء امتحان البكالوريا في مدتين اثنتين في السنة الثانية ثانوية أو ما يسمى بالامتحانات المسبقة يتطلب إضافة اقتراح آخر يتمثل في بطاقة التقييم المستمر التي تأخذ بعين الاعتبار وذلك بهدف تفادي مغادرة التلميذ للأقسام ترجمة نانسي قنقر